موسيقى قيل قديما حبل الكذب قصير في عصرنا هذا تتغير المصطلحات من الكذب إلى الإشاعة ومن التجني إلى التلفيق يتقبلها الناس كأنها حقائق وتنتقل انتقال النار في الهشيم فتصبح الروايات الأخرى بغض النظر عن مصداقيتها شيئا من الجراحة التجميلية التي لا تخفي كل شيء أهلا بكم في فيك بوك وإلى العنوين نزاهة بائع الشاي في حلب تبهر جمهور السوشال ميديا وأيضا من مواضيعنا وزارة الدفاع الأمريكية ترصد صحونا طائرة فوق سمائها ومن مواضيعنا أيضا لليوم مرشحون وتنافس حقيقي انتخابات الرئاسة في سوريا تتصدر المشهد مباشرة إلى أول مواضيعنا وسنبدأ مع هذا الخبر أزمة المواصلات في سوريا هي من أبرز سمات المرحلة الحالية التي يعيشها السوريون ففي ظل تدني قيمة الليرة السورية وانقطاع المواد الأساسية بما فيها المحروقات تصبح المواصلات بالنسبة للسوري أزمة بل مصيبة حقيقية فالانتقال بوسائط النقل العامة أمر يكاد يكون شبه مستحيل والركوب في سيارات الأجرة أصبح باهظة الثمن خاصة إذا أضفنا أن أصحاب تلك العربات يقفون بالساعات بل بالأيام حرفيا على محطات الوقود ليملأوا خزناتهم لينعكس ذلك على الأجر الباهظ الذي يطلبونه من المواطنين في ظل هذا وذاك برزت حلول عدة من أجل التخفيف من هذه المشكلة لكن في الأيام الماضية وبالتزامن مع الأزمة الحالية بدأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيل ميديا بتداول هذه الصور التي تظهر على حد زعب تلك الصفحات ما اسموها وسيلة نقل جديدة تاكسي تتسع لشخص واحد في العاصمة السورية دمشق أطلقوا عليها اسما جديدا أيضا إنه باكسي وهي كلمة مشتقة من كلمتين بايسيكل وتكسي لتصبح باكسي سهل الحركة رخيص ينتقل بشكل أسرع وأسلس وصديق للبيئة إذ لا يحتاج إلى محروقات أو بنزين كي يعمل بل يعمل كهربائيا أثار هذا الباكسي السعادة في النفوس ولكن لا تقلقوا الخبر ليس كاذبا وإنما هو خبر مضلل إذ أن اختراع هذا الشيء المسمى باكسي يعود إلى العام 2018 في دمشق إذ أظهر البحث أن المركبات التي تتسع لراكب واحد ظهرت في العاصمة السورية دمشق في أوائل العام 2018 وتسمى الباكسي وليس منذ أيام بحسب الادعاء وكانت محافظة مدينة دمشق وافقت على تجربة سيارة الباكسي التي تشبه التوك توك في مصر والهند في إطار التقديم خدمة للتنقل داخل المدينة انتشرت في وقتها أي في العام 2018 مجموعة من التقارير الإخبارية حول عربة الباكسي وهذا التقرير هو إحدى تلك التقارير التي نشرت ونشرتها وكالة سانة التابعة للنظام دعونا نتابع جزءا من هذا التقرير ودعونا بدواليبها الثلاثة تتجول الباكسي ضمن حارات وشوارع دمشق كوسيلة نقل جديدة توفر الوقت والمصروف على مستقلها رحلة بسيطة تحت مظلتها لكنها منعشة فهي صديقة للبيئة يعني تسعة من نكون بالمركز تسعة من نقعد من نظفها من نجهزها من عير فراماتها من عير دوليبها بتكون أمورنا كاملة مكملة يعني ما مننطلق غير 24 فكرتها أنه موفرة على المواطن وأنه على العداد يعني قد ما طلع العداد هو شايف أول طاقة 50 ليرة بعدين كل دايق 25 وبيشوف يعني وين بده بيروح وفي طلب أنه هالتليفون بدقلنا مكالمة سنة قبل بنصاعة من طلبه بعدين نروح لعنده نحن ونبعث للقريبة عليه طرقاتنا المفتوحة هي المشق القديمة الأراني اللي فيها طلع ما منحسن نطلع لأنه أراء تنوعت حول الباكسي إلا أنها تبقى تجربة جديدة بانتظار النجاح لزيادة عادتها في هذا الإطار وفي إطار هذا الموضوع وفي ذلك الوقت في عام 2018 قال مدير هندسة المرور في دمشق آنذاك عبدالله عبود قال في تصريحات لوكالة سبوتك الروسية في 25 من كانون الثاني 2018 إنه تم تحديد أشروط الواجب الالتزام بها وسيتم تقديم لوحات وبطاقات خاصة لهذه الدراجات من مديرية هندسة المرور لتسهيل حركتها كما أنه سيكون لها ممرات خاصة بها ولباس موحد لسائقها مدير شركة الباكسي نفسه أيضا كان قدم بعض التصريحات لوكالة سانة التابعة للنظام إذ يقول نضال المصطفى مدير شركة باكسي الدراجة تعمل عمل التكسي لكنها بثلاثة دوليب مع مظلة ووسادة ذات نوابض ومكان مخصص لوضع الأغراض الخاصة إضافة إلى حزام أمان لضمان سلامة الراكب ومزودة بعداد يحدد الأجراء إذن الخبر ليس كذبا إنما هو خبر قديم أعيد تداوله مع استمرار أزمة المحروقات والنقل في سوريا في عالم السوشال ميديا الإعلام الاجتماعي يحدث في كل فترة أن يحظى أحدهم بالشهرة لفعل ما أو موقف ما أو سلوك ما حدث أن تم تصوير أو توثيق هذا الحدث بطريقة من الطرق ليصبح ترند المرحلة يحدث ذلك مع الأشخاص العاديين وليس حكرا على المشاهير وكذلك حدث مع بائع الشاي هذا والذي تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة له دعت أنه من مدينة حلب وكان هذا الرجل يضع كيسا ورقيا فارغا تحت كتلة الوزن ليضمن عدالة الوزن صورة هذا الرجل البائع احتلت الصفحات لتكون عنوانا للعدالة عدالة الوزن والأمانة في البيع تساءل الناشرون يا ترى هل بقي في زمننا الضائع هذا أمثال هؤلاء والله إنهم قلة قليلة الخبر مرة أخرى ليس كاذبا لكنه وللأسف خبر مضلل صورة الرجل حقيقية وهو بائع شاي فعلا ويضع كيسا تحت كتلة الوزن على الكفة الأخرى ليحقق العدالة أيضا هذا صحيح ولكن هذا الرجل ليس من مدينة حلب والصورة ليست حديثة اتعود للعام 2018 والرجل ما هو إلا كاظم كبير صابر وهو بائع شاي إيراني ويعيش في مدينة تبريز الإيرانية للعام كاظم جملة شهيرة تنقلها الرواد بشكل واسع وهي أنا أبيع الشاي وليس الكيس إذ كانت وكالة مهر الإيرانية أجرت هذا اللقاء مع هذا الرجل في محله لبيع الشاي في تبريز ونقلت الخبر في العام 2018 إذا سألتك هل تؤمن بوجود الفضائيين ستقول نعم ولا وتتشكك وسرعان ما سيتحول الحديث بيننا إلى قصص الجدات عن العفاريت والجن والأشباح لكن ماذا إذا استيقظت لتجد فيديو يثبت لك ذلك انتشر مؤخرا خبر عن تسريب فيديو من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون يصور صحونا طائرة في الفضاء وفق ما ورد في الأخبار المتداولة في المواقع العربية ويمكننا معينتها هنا مباشرة من هذا الفيديو المسرب نتابع الفيديو المسرب ونعود أجسام مضيئة مثلثة الشكل كما ترون يكاد أن يكون الأمر مرعبا حقا لسيما وأن الفيديو تم تأكيد صحته من قبل المتحدثة باسم البنتاجون سو جوف لكنها نفت أن تكون هذه الأجسام صحونا طائرة إذن الفيديو المسرب صحيح ليس مفبرك لكن توصيفه مضلل إذ أكدت وزارة الدفاع في تصريحها أن هذا الفيديو تم التقاطه من قبل قوات البحرية الأمريكية عام 2019 لكنها وصفت ما يظهر فيه بالأجسام الغريبة وليس بالصحون الطائرة ورفضت جوف التصريح عن المزيد من المعلومات ونتائج التحقيقات حرصا منها على أن لا يستفيد منها الخصوم المحتملين بحسب تعبيرها الخبر تم تدوله في الأسبوع الماضي على موقعي أكسترا أوردينيري بلايفس وموقع ميستري واير الأمريكيين وأحدث ضجة في أمريكا والعالم بما في ذلك الوطن العربي على الرغم من أن الفيديو قديم ويعود للعام 2019 أغلق نافذة غرفتك جيدا هذه الليلة وتوقف عن متابعة مصادر الأخبار غير الموثوقة كي لا يخطفك الفضائيون سواء كنت من مشجعي ريال مدريد أو برشلونة أو غيرها من أندية كرة القدم الممتازة في أوروبا فلا بد أنك تعلم أن المصير المهني للاعبك المفضلين أصبح على المحك بسبب هذا الرجل الظاهر في الصورة خلفي هذا الرجل يدعى فلورنتينو بيريز كان رئيس نادي ريال مدريد فقط حتى الثامن عشر من نيسان أبريل الجاري قبل أيام قليلة يعني حين قرر 12 نادي أوروبي تشكيل دور مستقل أطلقوا عليه اسم دور السوبر الأوروبي وقرروا كذلك أن يكون بيريز أول رئيس له في اليوم التالي لهذا الإعلان اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحات منسوبة لبيريز يقول فيها في حال تم منع اللاعبين المشاركين في دور السوبر الأوروبي من لعب مونديال 2022 في قطر سأقوم بصنع كأس عالم خاص بنا ولكن هذا التصريح الذي انتشر هو تصريح زائف ولا أساس له من الصحة والحقيقة أن اتحاد الفيفا وصف هذا الدوري دور السوبر الأوروبي الذي تم إنشائه الأحد الماضي وترأسه بيريز وصفه بأنه دوري انفصالي وأوروبي مغلق بينما شدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المعروف باسم اليوفا على إنذار الفيفا وذلك بأن الأندية المشاركة في تأسيس دور السوبر الأوروبي سيتم منعها من اللعب في أي مسابقة سواء كانت محلية أو أوروبية أو عالمية بل أن لاعبوها أو لاعبيها قد يحرمون من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية لكن إلى الآن لم تصدر قرارات بمنع اللاعبين من المشاركة في كأس العالم 2022 ولم يهدد بيريز بإنشاء كأس عالم خاص بهم أهلا بكم لا تشكل الأخبار الكاذبة أزمة سياسية واجتماعية فقط لدرجة أنها تدفع وسائل إعلام ومحطات تلفزة لتخصيص برامج تتعقبها مثل برنامجنا هنا بل إن الأخبار الكاذبة تتجاوز هذه الحدود لتشكل أزمة موجودية فلماذا وكيف يصدق الإنسان العاقل المتميز بقدرته على التفكير لماذا يصدق أخبارا مزيفة لاعقلانية يحاول العلماء والبحثون الإجابة عن هذه التساؤلات في سبيل تعزيز قدرتنا على مواجهة خطر الأخبار الكاذبة في هذا التقرير التالي سنتعرف على بعض أهم الإجابات التي قدمها لنا العلم حول هذا الموضوع حتى الآن تنتقل الأخبار الكاذبة بسرعة تصل إلى ستة أضعف سرعة انتقال الأخبار الحقيقية على التويتر وحده وتحظى بفرصة مشاركة أكثر بـ 70% مقارنة بالحقيقة وفق دراسات لمعهد ماساتشوستيس للتكنولوجيا تشكل هذه الأرقام تحديا صعبا للإنسان في سبيل الحفاظ على لقبه التاريخي كإنسان عاقل إذ يواجه لأول مرة هذا الكم من الدلائل الملموسة على غلبة الوهم واللاعقلانية في حياته ومجتمعاته ونظومه السياسية أبرز التفسيرات للطريقة التي تخدعنا بها الأخبار الكاذبة يقدمها علم الأعصاب يشكل الدماغ البشري 2% فقط من وزن الجسد لكنه يستهلك 25% من طاقة الإنسان ما يعني حاجتنا لتناول الطعام 9 ساعات يوميا لتوفير طاقة تكفي عقولنا وإجسادنا بحسب علمة الأعصاب سوزانا هيريكيولانو هوزيل وفي محاولة لإثبات كفاءته في توفير الطاقة يختار الدماغ الطريقة الأسرع والأسهل للفهم للعثور على الأجوبة الأكثر وضوحا ويوفر طاقته للأمور الأكثر أهمية في الحياة هذا ما يفسر كسل المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي ورغبتهم في تحصيل معلومات سريعة فستة من كل عشرة روابط تتم إعادة تغريدها على تويتر لا يقرأ المستخدمون محتواها بل يكتفون بالعناوين وما قاله الآخرون عن الخبر بحسب دراسة أشارت إليها صحيفة التايم طريقة أخرى يسلكها العقل اختصارا للوقت والجهد تدعى الاسترشاد بالألفة وهي ميلنا إلى اعتبار أي شيء مألوف آمنا وجيدا يستخدم البشر هذه الطريقة لتكوين آرائهم ومعتقداتهم بناء على خبرات شخصية ليست سليمة بالضرورة وهكذا يتبنون أخبارا كاذبة لمجرد أنها مألوفة فأخبار ملفقة عن عرب إرهابيين أو مأكولات غريبة في الصين أو انحلال أخلاقي في أوروبا سوف تحظى بفرصة كبيرة في الانتشار استنادا إلى آلية الاسترشاد بالألفة لكونها صورا نمطية شكلتها الشعوب بعضها عن بعض خلال فترات زمنية طويلة حتى باتت مألوفة ويسهل تصديقها يلعب الضغط الاجتماعي إذن دورا بارزا في ترويج الأخبار الكاذبة فقبولها والتضحية بالحقيقة قد تكون بمثابة طقوس وشعائر تثبت انتماء الإنسان وولاءه لمجتمعه وهو ما يفسر لقبه العلمي الآخر كحيوان اجتماعي الكسل الاسترشاد بالألفة الضغط الاجتماعي استهداف عواطفنا لتعطيل العقل النقدي لدينا والاعتماد على الغريزة الداخلية للإنسان بالإضافة للانحياز التأكيدي هي آليات شهيرة تدفع الإنسان ليكون أقل انتقادا وتشكيكا بالأخبار والمعلومات التي تعزز معتقداته السابقة قد تكون جميعها تنويعات على رغبة الدماغ بتوفير الطاقة وسلك طرق مألوفة سبق أن فكر بها بل وما هدها الآخرون له أهلا بكم من جديد في فيك بوك مشاهدين انتخابات الرئاسة في سوريا موضوع يجذب الاهتمام مؤخرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع حتى لا تكاد أي منصة تخلو من الحديث عن شيء ما في تلك الانتخابات ولأن كلمة انتخابات رئاسية قد تكون كلمة لا يألفها السوريون بشكل عام فيبدو أنه من المفيد العودة إلى البدايات ففي العام 2000 ومع انطلاق القرن الحالي شهدت سوريا تحولا لافتا عقب وفاة حافظ الأسد ليتسلم وريثه بشار الحكم بعد تعديل الدستور وجعل عمر المرشح 34 عاما لينطبق عليه سرعان ما عادت هذه المادة في الدستور إلى أصلها أي 40 عاما مع أول تعديل اللاحق طرأ على الدستور إذ كان بشار الأسد قد تجاوز الأربعين من عمره وتوالت لاحقا البيعات كما يسميها موالو النظام في العام 2007 والعام 2014 الذي شهد لأول مرة وجود أسماء أخرى قدمت أو قدمت على أنها مرشحين منافسين لبشار الأسد هما حسان النوري وماهر حجر ها هو العام 2021 من جديد وها هي الانتخابات الجديدة الرئاسية في سوريا تعود من جديد للمرة الثانية فقط في تاريخها وإن كانت شكلية كما يقول المعارضون وبالتأكيد ومع كل حدث استثنائي يترافق معه وتسير بحذائه كومة من الأخبار الكاذبة أو المضللة البداية مع أسماء المرشحين لهذه الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في السادس والعشرين من شهر أيار مايو القادم وهي كثيرة هذه المرة على عكس العام 2014 لكن تخلى لها الكثير من الكذب كالدعاء أن شخصية فنية أو سياسية قد رشحت نفسها للانتخابات في الوقت الذي كان فيه هذا الخبر كذبا الشخصية الأولى التي سنتناولها اليوم هي الفنان والمغني شادي أسود والذي تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا مواقع إخبارية تداولت خبر أنه قد قام بترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة السورية ولكن بالبحث عن أصل الموضوع تبين أن الفنان شادي أسود كان كتب منشورا في صفحته في فيسبوك يقول فيه شجعوني معي عشرة أيام فكر بالموضوع الأمر الذي فسره البعض بأنه ترشح لانتخابات الرئاسة وهذا الخبر هو خبر مضلل أما الشخصية الثانية فهي الفنان والممثل السوري جمال سليمان الذي أيضا نشرت عدة مواقع وصفحات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خبر أنه قد قام بالفعل بترشيح نفسه للانتخابات ولكن الحقيقة أنه لم يعلن حتى الآن رسميا أو لم يعلن عن ترشيح جمال سليمان لتلك الانتخابات وهذا الخبر تحديدا انطلق كفكرة منذ عام 2019 عندما أجاب سليمان على سؤال افتراضي في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي المصري عمر الليفي قائلا إنه يحق له الترشح لطئاسك غيره من السوريين قائلا لم لا الخبر كاذب ليس هذا فقط بل إن جمال سليمان نفسه نشر قبل أيام فقط في صفحته في فيسبوك نشر هذا المنشور الطويل الذي كان يتحدث فيه عن مسلسل الطووص الذي يعرض الآن وقال ضمن هذا المنشور إنه لأسباب متعددة لم يجد أمامه من خيار سوى تعليق نشاطاته ضمن المعارضة السورية مشيرا إلى أن بعض السياسيين في المعارضة باتوا يعتبرون عملهم ضمن تلك التشكيلات كحرفة أو مهنة وهو من عكس سلبا على القضية الوطنية في البلاد أما الثابت الوحيد في هذا الموضوع فهو أسماء المرشحين الاثنى عشر مرشح حتى دقائق بث هذه الحلقة هم اثنى عشر مرشح وهم عبدالله السلوم ومحمد فراس ياسين رجوح ومهندد نديم شعبان ومحمد موفق صوان وناهد الدباغ ومحمد صالح عبدالله وعبدالحنان البدوي ومحمود مرعي وخالد الكردي أما أحمد سيف أو أحمد يوسف عبدالغني أحمد يوسف عبدالغني الذي تهكم رواد مواقع التواصل الاجتماعي من سيرته الذاتية التي نشرتها صحيفة الوطن الموالي للنظام فهو مرشح حقيقي للرئاسة رغم أن سيرته الذاتية بحسب الوطن تقول إنه أدمن لصفحة حاجتكم فساد تقنت وصفحة أسواق دمشق وصفحة سوريا أونلاين وصفحة تركوا المواطن بحاله أما ترند المرشحين فكانت هذه السيدة وتدعى فاتن علي نهار وهي من موليد الجولان المحتل عام 1971 وهي محامية في فرع القنيطرة منذ عام 2009 انتشرت صور فاتن بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها أول سيدة ترشح نفسها للرئاسة وهذا أمر خاطئ بالتأكيد إذ سبقتها المهندسة سوسا عمر الحداد وهي من موليد اللاذقية عام 1963 وذلك في انتخابات العام 2014 أما التضليل الأكبر فحدثها هنا عندما بدأت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بتداول هذه الصور لهذه الفتاة الجميلة التي تشبه إلى حد ما فات النهار أو لا تشبهها لا أعلم بالضبط لتقول لكم يا معشر الفيسبوك إنها أي هذه الجميلة هي فاتن علي نهار وانتخبوها بالله عليكم انتخبوها ليتضح بعد ذلك أن الحقيقة أن هذه الفتاة الشقرة ليست إلا ماريت شيكوف التي ماتت منتحرة في عمر الثلاثين عبر تناولها نصف كيلو من حبوب السكري لأنها لم تتزوج بحسب ما قالت وسائل الإعلام أما آخر التضليلات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في سوريا حتى الآن فهو تداول تصريح منسوب للباحث الفرنسي أوليفيير وا يشيد فيه بالأسد كأول زعيم عربي ينتصر على مراكز القرار العالمية ولكن بعد البحث الذي قامت به وحدة التحقق من المعلومات في وكالة الصحافة الفرنسية اي اف بي تبين أنه مختلق ولا أساس له من الصحة وسبق أن فه الباحث بنفسه عندما بدأ انتشاره عام 2012 وتتضمن المنشورات المتداولة صورة لبشار الأسد وإلى جانب صورة للباحث الفرنسي وقد جاء فيه النص المرافق أن المفكر الفرنسي أوليفيير وا قال في مقابلة مع قناة فرنسية إنه قريبا سيشهد انتصار أول زعيم عربي وهو بشار الأسد على زعماء القرار في العالم كما نسب المنشور أقوالا أخرى لأروا منها وجود ثأر شخصي من زعماء الدول العربية وزعماء العالم لكسر كبرياء الأسد وأن العالم وحتى سكان القطب المتجمد باتوا يعرفون بشار الأسد وأن أهم ورقة يلوح بها الأسد اليوم هي تأييد غالبية الشعب له بدأ تداول هذه الأقوال على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2012 واستخدمت هذه المعلومة كمادة للتحليل السياسي من قبل مؤيدي النظام السوري وتحديدا في هذا الفيديو على لسان ويئام وهاب أبرز المسؤولين اللبنانيين المدافعين عن نظام بشار الأسد نتذكر سوية ما قاله ويئام وهاب ونعود الموضوع لدي شغلة حلوة كثير مقابلة على الفرنس 2 على القناة الفرنسية الثانية الشهيرة يعني معروف مين مفت علىها بيطلع أو مين مفت على الموقع طبعا في شوف المقابلة الحلوة أوليفي روا المستشرق والمفكر الفرنسي هذا يعتبر حسب القناة ويعتبر من أكبر المؤرخين المعاصرين للنزاعات في بلاد المسلمين عب يعمل معه مقابلة الموزيع الفرنسي لكن شو حلوة المقابلة طبعا هذا جزء منه قاله هو إلى الموزيع قاله أنا على وشك أن أشهد أول انتصار لزعيم عربي وهو الأسد على زعماء القرار في العالم طبعا رحقولها بحرفيطة ممكن بعض الناس نزعج منها ممكن ماس أنه فيه مثل ما هي حرفيطة على زعماء القرار في العالم رد الموزيع أليست هذه المبالغة ونحن نرى العدد الضحايا يتزايد بيجيبه روا بيقله أجاب أنا سيدي شاهد على حدث ولست أقيم من هو على حق أو على خطأ أين المبالغة في كلامي عندما يجتمع مجلس الأمن ويقر الحرب على أفغانستان بساعتان ونصف ويفشل بإقرار قرار ضد الأسد منذ شهور وهو منعقد منذ أسبوع بس طلع الفيتو الأخير بدعم من العرب ولم يستطع أن يتخذ قرار المواجهة المباشرة مع الأسد بل يتحايل ليخفف وطأة القرار على أمل أن يخرج بشيء يعيد لهذه الدول هيبتها بعد التحدي الصريح والعلني للأسد طبعا حكي أوليفيا يعني بدي أقوله مثل ما هو إذن وياموهاب هو من أطلق هذه الكذبة في العام 2012 لتنتشر الآن من جديد على أنها تصريحات جديدة للمفكر الفرنسي وبذلك تكون آخر التضليلات المترافقة مع الانتخابات الرئاسية حتى تصوير هذه الحلقة حتى الحلقة القادمة في الأسبوع القادم مع الأخبار المضللة الجديدة دمتم بأمان الله وإلى اللقاء